إذن ماكرون كان في إفريقيا، بلينكين كان في إفريقيا، لفروف كان في إفريقيا على ماذا يتسابق الجميع في إفريقيا سيد هادسون برايك؟ أعتقد أن ما تسبب في هذا السباق إلى إفريقيا مؤخراً هو أن الأمم المتحدة صوتت في مطلع هذا الربيع حيث أن نصف الدول في الجماعية العامة صوتوا بعدم إدانة روسيا والغزو الروسي ضد أوكرانيا وأفريقيا وأعتقد أن هذا شرس انذار ويحذر الولايات المتحدة وفرنسا والحلفاء الغربيين الآخرين أنه بالرغم من الأحجام الكبيرة من المساعدات الإنسانية والعسكرية والانخراط الدبلوماسي للعديد من العقود الحكومات الإفريقية تبقى وبقيت دائماً منفتحة للانخراط والاقتناع من قبل هذه القوات وروسيا بشكل أساسي في هذه المرحلة وواشنطن تشعر أن ذلك يأتي ضد المصالح الأمريكية والشفافية والديمقراطية والسلام في إفريقيا لذلك أعتقد أن ما رأينا من إدارة بايدن هو في إطار الجهود لجعل القضية أوضح للدول الإفريقية والمواطنين حيث تكون هناك قيمة في الانخراط الغربي وهناك قيمة في الصعي نحو عملية ديمقراطية شفافة في هذه الدول وكي يوضح لهم السبب من التحذير والوعي وانخراط روسيا في هذه الدول اشتركوا في القناة